وعايز اقولك ان الفكر اللي انت عايز تجدده ده بيقابله شخص ثلاثيني منتصف التلاتينات جاء الى بيئة شديدة الانغلاق منغلقة تماما اقصد الامير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية منتصف التلاتينات مواليد حاجة وتمانين يعني اتنين وتمانين تلاتة وتمانين ماشي لو انت عيشت في السعودية من عاشر عشرين تلاتين سنة لا انت امام مجتمع شديد التحفز منغلق بدوي تحكم مجامعات التحليل والتحريم انت بتخيل ممنوع في الاختلاط الموسيقى حرام قيادة السيارات حرام انت بتخيل قيادة السيارات لما هذه الدولة العزيزة علينا كمصريين تبقى دولة عجوبة في العالم لما الخبر يطلع من الملك سلمان باباحت بقى قيادة السيارات للمرأة يبقى خبر عالمي بتخيل عالمي دولة الوحيدة اللي بفقاش قيادة السيارات للمرأة تحريم الغناء على اطلاقه يعني انا ممكن كمسلم بس تقولي ايه في اغاني تدعو الى الاباحية الشزوز الال يعني يفضل ويتحفز ألا تسمحها يعني لان دينك يدعو الى مكرم الاخلاق هل ديني كمسلم بس هو اللي بيدعو الى مكرم الاخلاق لا كل الادين السماوي فالجملة حتى انا استوعبه انما كله حرام 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 يعني فانت امام شخص وصل للسلطة شاف ان البلد دي ستتفكك وستنهار فورا فور ايه انتهاء النفط الصروة البترول لهيبقى بقى في صناعات ومجتمع منغلق على نفسه وبدوي وقد تسود القبلية والكلام ده مجتمع خارج التاريخ خارج السياق كان الحكم لالسعود والاقتصاد لالسعود وادارة المجتمع الديني بيد هيئة الامر بالمعروفة الامير الشاب محمد بن سلمان وانا يستحق ان انا اتوقف امامه هنا النار انا لا اتوقف امام زائر عربي سعودي شقيق له كل الترحب في بلدي بس يعني ده موضوع بروتوكولي يعني حتى لو جه ملك السعودية ملك البحرين اهلا وسهلا بم في بلدي من سليم بس يعني ده امور بروتوكولية انا وقف امام محمد بن سلمان كظاهرة حقيقية حاجة وتلاتين سنة هذا الشخص يعني وتقرر تقرير اجنبية يقولك ياهو واخد المملكة ملبسة في الحيط ياهو واخد المملكة وطالع بيها فوق تقدير انه طالع بيها فوق شركة ارامكو بتاعة البترول دي جيركا بص اختبوت داخل اقتصاد المملكة العربية السعودية اكبر شركة في العالم قيمة سوقية قرر يطرح يطرح جزء منها عايز اقولك كل البورصات العالمية بتتهافت عشان تاخد الخمسة في المية الاولى الترح انا عايز فلوس عايز اعمل تنمية فكر في محاربة الفساد بطريقته هو انا لسه هتناقش وحل النائب العام وكلام ده هات الميت كبارة دول قعدوا من فوقتي المعززين مكرمين ونتفاوت 50 50 خلص انجز عايز ابني مس لسه احاول للقضاء يعني ولسه ااخد كبان لفس اللزبة عايز اقولك كبان اللي هو لا قالك في حفلات حفل التامر حسني طرح التذاكر اول انبارح في السعودية نفست قبل الحفلة بشه جمهور متحطش للفن الراقي امير السعودية لأول مرة لأول مرة في تاريخ المملكة العربية السعودية ان يزور مسؤول سعودي رفيع المستوى الكاتدرائية المركصية بالعباسية لم يفعلها اي ملك سعودي سابق او اي مسؤول سعودي لو تسألنا طم ديني الاسلامي ديني الاسلامي او صاني او صاني مش الحديث كده بقبط مصر خيرا طب انت حتى كملك سعودي من عشر عشر سنة لو كنت زورت ايه لا يحسن لكن هو عين وعلى هيئة الامر بالمعروف كأن السلام على مسيحي ده امر يعني باطل لكن انت تارى الامير الشاب يزور ويلتقي بقداسة البابا توادرس داخل الكاتدرائي ان يزور الازر طبيعي مسلم بيزور مؤسسها اسلامية ان يحضر حفل في دار الابرة تقيل حفل في دار الابرة الليلة اه وليل عاد سعودي يعني نقبل حاكم يا نهارابيات ده لو كان عملها اي حاكم سعودي يا نهارابيات ده تقامع ليه الخيام هناك هذا هو بقى فكرة رقم واحد الشباب جرأة اقدام حييت امبارح رانية المشات وزيرة السياحة لما قالت انا عايز اربعة شباب يبقوا موجودين عندي في كل قطاع ولا خمسة شباب هي دي الجرأة اللي انا عايز الشاب مش هيبقى قاعد مرتجب لا 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 خلي بالك اصلي مش عاعد لا خط خطوة كمل بعدها كمل بعدها ده روح السن الشباب اللي احنا عايزينهم دائما في المقدمة الحاجة التانية عندما تكون حاكما يجب ان تكون لديك رؤية رؤية اصلاحية حاسب محمد بن سلمان بعد عشر سنين شوفوا بقى ودى المملكة فيه لكن هو محل ترحيب محل تأييد عايز تقول لي جميع نساء المملكة لو جرت انتخابات يعني لو السعودية فيها انتخابات على الحق جميع نساء المملكة هيدو صوتهم لمحمد بن سلمان جميع شباب المملكة هيدو صوتهم لمحمد بن سلمان وهيدعموا الملك سلمان اذا اذا هو ده اللي انا عايزه في بلدي هالمعقولة بقى تجديد للخطاب ولسه داخل في تنقية الاحاديث النبوية الشريفة هو فكرة انه هو خلى الستات السعوديات يسوقوا العربية وخلاص مثلا لا او انه اه يفتح دار للأوبرا في السعودية بقولك السعودية كل يوم بقت بتنتك خبر غريب بالنسبة لنا ايه ده تم الحسن هناك يلا ربيك ولسه ودار أوبرا هنفقه 65 مليار دولار على ما اذكر الرقم على مدار الخامس سنوات قادمة للاستثمار في الترفيه في الترفيه ما هو لما هيعمل سينما في السعودية هيعمل ايه الناس هتشتغل صح ويوفر فرص عمل لما هيعمل مسرح يوفر فرص عمل لما هيعمل أوبرا يوفر فرص عمل قيادة سيارات يوفر فرص عمل متخال بيخلق فرص عمل المجتمع لا يعمل بقى ما هيعمل فين هي دي الفكرة وبص الاستثماراته لقى الدنيا راحة في دهية فلازم تخرج فورا تقابل الوحش قبل الوحش ما ييجي يلتهمك السيسي بقاله ثلاث سنين يناشد المؤسسة الدينية الرسمية مؤسسة الاثر تجديد الخطاب الديني كذا 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 الى اخير لما طلب فيما يتعلق به الطلق الشفر انه ما ينفعش اخواننا الراجل يرمل اليمين وما يروحش يوسقه واللي تجاوز عند المأزون يطلع عند المأزون اجتمع هيكبار العلماء في الاثر الشريف وقالوا لا الطلق الشفر يقع رغم هيكبار العلماء هي اللي قالت لنا وانا فاكر الكلام انه يحق للحاكم في وقت من الاوقات يحق لوليه الامر حسب التعبير يعني الديني يعمل ايه تقييد المباح مش انتو قلتونا كده اه يحق لوليه الامر اذا كان بالسياق ده يعني حسب فاهم المتواضع اه قايد الطلق الشفر بس عايز طلق طلق عند المأزون العالم بيتغير انا عايز بلدي تتغير بهذا الشكل ده انا اللي عندي وسائل الترفيه من 900 سنة احنا اول سينما في المنطقة بالكامل اول فن اول اوبرا اول 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 بشوف بقينا فين واذا كان هناك كان هناك انغلاق في السعودية بيحربوا الامير محمد بن سلمان احنا عدنا انغلاق هنا ايضا انغلاق في المفاهيم مجتمع راقد عايز هزة كبيرة جدا غير انه هو بيواجه الارهاب لا انت المجتمع المصر مجتمع راقد محتاج شخص يجدد للامة المصرية فعلا شبابها في كل مناحي الحياة الثقافية والدينية وكلام وسيسي مع ما ناشد لن يفعل احد لن يفعل احد انت عليك ان تذهب بيدك الى ما تريد هذا ما فعله الامير محمد بن سلمان اللي بينور مصر التلاتيام دول يعني